أولا هو وضع برنامج لحكومة السودان إذا كان هو يعترف بحكومة السودان ويعترف بسيادة دولة السودان لماذا يتدخل بهذه الطريقة نحن نطالب بكذا ونطالب بحسم هذه المعركة بكذا ولا يمكن أن تحسن بكذا هذه شؤون داخلية تحددها حكومة السودان هي تحدد كيف تتعامل مع الذي تمرد عليها كيف تصنفه وصنفته فعلا جماعة إرهابية وهذا الفصيل الذي حسب كل الشعب السوداني يشهد عليه يقوم بالجرائم لذلك تم تصنيف منظمة إرهابية حكومة السودان والشعب السوداني هو الذي يحدد كيف يتعامل مع هذه القضية إذن هذا الرجل تناقض العنوان الأساسي والرئيسي في التعليق على كلامه هذا كله تناقض اعترف بسيادة دولة السودان ثم وضع تبرع من عنده ووضع برنامج لحكومة السودان كيف تتعامل مع أذماتها وأسمها حكومة بورت سودان وأسمها حكومة بورت سودان نوع من السخرية ونوع من تقليل الشأن ثم اعترف بسيادة البرهان وبشرعية البرهان وبأنه الذي يمثل الدولة ثم لم يعترف بالقرارات التي أصدرها البرهان نفسه إذا اعترفت أنت بالبرهان كممثل شرعي ورئيس مجلس السيادة هذا البرهان حل هذه الماليشيا ليس من حقك أن تجتمع بماليشيا تم حلها هذا البرهان وصف أصدر قرار ووصف هذه الماليشيا بأنها إرهابية لا يحق لك أن تجتمع وتوصفها بهذه المواصفات البرهان أصدر قرار وعزل حميتي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية بسبب أسباب معروفة للشعب السوداني لا يحق لك أن تصفه بالمواصفات التي انتزعها منه البرهان ثم تدعي وتقول أنك تعترف بسيادة السودان وتعترف بشرعية البرهان كل ذلك تناقض لماذا يقوم بذلك التناقض؟ لأنه غاطس إلى رأسه في صب الزيت على النار في هذه الحرب غاطس تصريحاته هذه تدينه بالمقام مهما تزاكى وحاول أن يتحدث بلغة دبلوماسية ويقول نحن نعتريف ونحن لا نعمل ويقول أتحدى هذا التحدي لا نواجهه الآن فقط في المنصات ولكن حكومة السودان قدمت من الأدلة والبراهين للعالم كله ولمجلس الأمن ما يؤكد بالصور الفوتوغرافية وبصور الأقمار الصناعية ومن داخل مطارات تشاد وبصور مسؤوليها وبأسماهم وأرقام السيارات حتى لدرجة سائقي الشاحنات وسائقي العربات التي تمشي خلفها لكي تحرصها حكومة السودان قدمتها شكوى لمجلس الأمن أرفقتها بالبراهين التي تؤكد ولذلك هو الآن يصرخ هذا الرجل هذا الصراخ لأن الأدلة قاطعة والأدلة قوية والشكوى أمام مجلس الأمن شكوى قوية تدينهم إدانة قوية وحكومة السودان تجاوزت تشاد ولم تقدم ضدها الشكوى لأنها تعاملت مباشرة مع الفاعل الحقيقي حكومة تشاد الآن هي حكومة وظيفية توظفها دولة الأمارات كيفما تشاء وقال أنهم نفى عن نفسهم أنهم يتم شراءهم ولكن ثابت أن دولة الأمارات دفعت مليار وخمسمية دولار تماما هذا ثابت وأضح أن هناك جسر جوي من الأمارات مطار دبي إلى مطار أمجرس هذه هي صفقة الشراء هذه هي صفقة الشراء كيف يكون الشراء؟ هذه هي تفاصيل الشراء نفسه والمستشفى التي أقامتها الأمارات والتعديلات التي أدخلتها الأمارات على مطار أمجرس بالإضافة إلى الجسر الجوي الذي ذكرته لك بالطائرات التي تذهب يوميا هناك رحلات إسبوعيا كل ذلك يوضح بالإضافة إلى المليار وخمسمية ألف دولار أمريكي كل ذلك يوضح صفقة الشراء الآن هي معروضة في الإعلام ومعروضة بتفاصيلها لا يستطيع أن ينفيها فقط بمثل هذه الكلمات الباردة هذه الكلمات المجانية هو لا يستطيع أن يبرئ ساحته وإذا كان فعلا يستطيع أن يبرئ ساحته فالآن الأدلة أمام مجلس الأمن هناك ترجمة نانسي قنقر